بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع الوحدة الرابعة بعنوان الطاقة الحرارية وطرائق انتقالها ومع درسنا اليوم بعنوان كيف تصدر الأسطح المختلفة أشعة تحت حمراء نستعرض كعادتنا أهداف الدرس في بدايته أولاً أن تشرح كيف أن الطاقة الحرارية يمكن أن تنتقل بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثانياً أن تذكر أن الأشعة تحت الحمراء هي المسار الذي بواسطته تستطيع الطاقة الحرارية الشمسية تدفئة الأرض ثالثاً أن تصف العوامل التي تؤثر في قابلية الجسم لإصدار الأشعة تحت الحمراء أو امتصاصها لنتهيأ إذن الآن بأشياء سبق وأن درسناها هل تتذكر طرائق انتقال الطاقة الحرارية؟ هذه سهلة ثلاثة طرائق التوصيل أحسنت الحمل الحراري بقية واحدة هي الإشعاع أحسنت ما هو مسار انتقال الطاقة الحرارية؟ بين جسمين متلامسين أحدهم ساخن والآخر بارد من أين تنتقل الطاقة الحرارية؟ وإلى أين تتجه؟ هذه أيضاً سهلة تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى البارد الملامس له بالتوصيل مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الساخن إذن كيف يتم تبريد الجسم؟ أحسنت الجسم الذي يكون أسخن من محيطه ينقل الطاقة الحرارية إلى ذلك المحيط من الأسخن إلى الأبرد مما يؤدي إلى تبريد الجسم الذي تم من خلاله انتقال الطاقة منه إلى المحيط النشاط الافتتاحي صفحة 238 ناقش زميلك كيف تدفئ الشمس الأرض؟ ولماذا لا تصل الطاقة الحرارية المنبعثة من الشمس من خلال التوصيل أو الحمل الحراري؟ هذا السؤال ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً آخر قبل الإجابة عليه هل هناك مادة بين الأرض والشمس؟ أو أن هناك فراغ؟ انظر إلى الشكل لا شك أن هناك منطقة فراغ لذلك لا تنتقد الحرارة أبداً بالطريقتين السابقتين التوصيل أو الحمل الحراري لأنهما بحاجة إلى وجود جسيمات لنتعرف الآن على الأشعة تحت الحمراء تعلموا أن الشمس تصدر الطاقة على شكل موجات مختلفة الضوء المرئي، الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة تحت الحمراء، وهاتين الآخرتين هما غير مرئيين إذن، فالموجات أي أن كانت تنتقل من الشمس إلى الأرض عبر الفضاء أو الفراغ الذي لا مادة فيه ولا جسيمات، وذلك بطريقة الإشعاع الحراري، ولكن هل يمكن أن تنتقل بطريقة الحمل أو التوصيل؟ لا يمكن ذلك لأنه كما أسلفنا لا يوجد في الفراغ جسيمات أو مادة إصدار الأشعة تحت الحمراء شاهد الصورة الآتية عن يمين الشاشة لأداة كي الملابس والتي التقطت بواسطة كاميرا للأشعة تحت الحمراء ماذا تلاحظ؟ نقبض أداة كي الملابس مصنوع من مادة عازلة للحرارة، لتتمكن بالإمساك بالآلة أو بالأداة، فلذلك يبدو أزرق اللون لأنه بارد أما الصفيحة المعدنية فمصنوعة من مادة موصلة للحرارة، فتظهر باللون الأحمر لأنها ساخنة جدا نلاحظ أن جميع الأجسام تصدر الأشعة تحت الحمراء وتمتصها، وكلما كان الجسم أسخن كان الإشعاع الذي يصدره أكبر والآن إلى النشاط الأول صفحة 240-241 النشاط يتصدره سؤال ما نوع السطح الذي يشع أشعة تحت حمراء أكثر من سوى وأمامك ثلاثة كميات متساوية من الماء الساخن في نفس درجة الحرارة في العلب ذات الأسطح المختلفة سجل درجة حرارة الماء في كل علبة والتي سنتفق أنها ستكون ثمانين درجة بالضبط دع العلب لمدة عشر دقائق ثم سجل درجة الحرارة لكل علبة كل دقيقة لاحظ ألوان الأسطح في العلب الثلاث لون أسود ولون أبيض ولون فضي بدأنا في الثلاثة علب من درجة حرارة ثمانين درجة سيليزية درجة الحرارة في العلبة الفضية أخذت بالطبع في التنازل أخذت في الهبوط إلى أن وصلت خمسون أما درجة حرارة الماء في العلبة البيضاء والتي بدأت أيضا عند الثمانين بعد عشر دقائق كانت ستون درجة سيليزية وليست خمسون كما في الفضية العلبة السوداء تناقصت درجة الحرارة بعد نفس المدة وهي عشر دقائق بدرجة أكبر حتى وصلت إلى ثلاث وأربعين درجة سيليزية إذن ما نوع السطح الذي يشيع أشعة تحت الحمراء أكثر من سواه؟ أنشئ هذا الرسم البياني لعرب قياسات يمثل المحور الأفقي الزمن بالدقائق بينما يمثل المحور العمودي درجة الحرارة السيليزية والألوان الثلاثة ترمز إلى العلبة الفضية والسوداء والبيضاء لاحظ أن العلبة السوداء يرمز لها باللون الفضي بينما العلبة البيضاء باللون البرتقالي العلبة الفضية باللون الأزرق ثلاثتهم بدأ من درجة حرارة ثمانين درجة سيليزية والثلاثة بلا استثناء مع الوقت تناقصت درجة الحرارة ولكن هل تناقصت درجة الحرارة مع الوقت بنفس المقدار عند العلبة الثلاث؟ أم أنها اختلفت؟ أحسنت لا بد أنها اختلفت ما هي أكثر الألوان التي نقصت درجة حرارتها وبالتالي التي تشع أشعة تحت الحمراء أكثر من سواها إنه اللون الفضي والذي يشير إلى العلبة السوداء أحسنت هيا بنا نتأكد من فهمنا من أسئلة المتابعة صفحة 241 أي من العلب بردت بسرعة؟ العلبة السوداء هي الأكثر إشعاعا أي من العلب أصدرت حرارة أكثر؟ العلبة السوداء إذ أنها بردت بسرعة أذكر عاملين اثنين تم ضبطهما عند الحالة نفسها لضمان أن يكون الاختبار عادلا كمية الماء الساخن درجة حرارة الماء الساخن عند بدء التجربة حتى يكون الاختبار عادلا إلى امتصاص الأشعة تحت الحمراء في دولة قطر الحبيبة يتم طلاء المباني باللون الأبيض أو الألوان الفاتحة وكذا في سائر البلدان الحارة هل فكرت لماذا؟ وذلك لأن كمية الأشعة تحت الحمراء الممتصة تعتمد على لون وبنية سطح الجسم إذن فاختيارنا لللون الأبيض أو الألوان الفاتحة ذلك لأنها لا تمتص الكثير من الطاقة الحرارية وبالتالي تبقى المباني باغدة نسبيا أما الأسطح الداكنة فتمتص الكثير من الطاقة الحرارية وبالتالي يصبح الجسم حارا وهذا بالتأكيد ما لا نريده إلى النشاط الثاني بعنوان أي نوع من الأسطح يمتص الأشعة تحت الحمراء أكثر الكتاب صفحة 42-243 صبت طالبه كميتين متساويتين من الماء في كل العلبتين السوداء والفضية كما يظهر في الشكل عن يسار الشاشة ثم وضعت العلبتين قرب مصدر للطاقة الحرارية مصباح أشعة تحت الحمراء أو موقع كحولي أي مصدر للطاقة الحرارية أي منهما وقاست درجة الحرارة كل دقيقة لمدة عشر دقائق يا ترى ماذا سوف نستنتج إليك عزيز الطالب القراءات التي حصلت عليها الطالبة مبينة في الجدول التالي بدأنا من درجة حرارة 25 درجة سيليزية لكل العلبتين الفضية والسوداء ثم أخذت درجة حرارة الماء في الارتفاع في كل العلبتين إلا أنها بعد مغور عشر دقائق كانت درجة الحرارة المسجلة في العلبة السوداء أكبر قليلا من درجة الحرارة المسجلة في العلبة الفضية وذلك دلالة على أن العلبة السوداء أو السطح الأسود امتص الأشعة تحت الحمراء أكثر ولكن هناك قراءة شاذة هل تستطيع أن تخرجها؟ أحسنت إنها أربعون إذ أن درجات الحرارة أخذت في الارتفاع بتسلسل منطقي وفجأة ارتفعت مرة واحدة إلى أربعين ثم انخفضت إلى ثلاثين وهذا خلاف التسلسل المنطقي لذلك أشرنا إلى وجود الخطأ في هذه القياسات إذا طلت منك عزيز الطالب أن ترسم النتائج التي حصلت عليها الطالبة على المخطط البياني سوف يظهر لك بهذا الشكل يغمز اللون البرتقالي والأزرق إلى كلا العلبتين السوداء والفضية اللون الأزرق للعلبة الفضية واللون البرتقالي للعلبة السوداء بدأنا في كلا العلبتين من درجة حرارة 25 درجة سليزية للماء أخذت الحرارة في الارتفاع مع صريان الدقائق ثم بعد عشر دقائق أيهما كان أكثر حرارة اللون البرتقالي أو الأزرق كما يتضح أن اللون البرتقالي كان أكثر حرارة أي أنه امتص أشعة تحت حمراء أكثر وبالرجوع إلى مفتاح الرسم البياني سنستنتج أن اللون البرتقالي يرمز إلى العلبة السوداء إذن في السطح الأسود والأسطح الغامقة تمتص الأشعة تحت الحمراء أكثر ولا تنسى أن هذه القراءة ترمز إلى القراءة الخاطئة إذ أنه عمود أطول فعلا من غيره فأكد ذلك أن القراءة لم تكن موفقة لنتأكد إذن من فهمنا بهذا النشاط أكتب نتيجة تجربة الطالبة أحسنت كما أسلفنا الأجسام ذات اللون الفاتح تمتص الأشعة تحت الحمراء أقل من الأجسام ذات اللون الداكن ما الأمور التي فعلتها الطالبة لضمان أن تكون التجربة عادلة نثبت جميع المتغيرات ثم نركز على المتغير الذي ينبغي قياسه أو الذي نريد قياسه كميتين من الماء متساويتين فترات زمنية للقياس متساوية درجة حرارة الماء عند بدء التجربة درجة واحدة أي أنها خمس وعشرون مثلا لكلا العلبتين نتابع معا أسئلة المتابعة أي من العلبتين سخنت بشكل أسرع لا شك أن العلبة السوداء سخنت بشكل أسرع أي سطح امتص الأشعة تحت الحمراء أكثر السطح الأسود أيضا يمكن للطالبة أن تحسن تجربتها باستخدام مسجل البيانات بدلا من ميزان الحرارة وضح سبب ذلك لماذا مسجل البيانات بدلا من ميزان الحرارة أحسنت مسجل البيانات أكثر دقة لا تعتمد قراءة مسجل البيانات على زاوية النظر لذلك استبعدنا كل الأخطاء العشوائية والبشرية التي يمكن أن تنتج على اعتماد قراءة ميزان الحرارة والآن اختيار السطح الأفضل انظر إلى الصورتين التاليتين صورتان لإبريق شاي لامع وإبريق شاي باهت والسؤال أي الإبريقين سيحافظ على الشاي ساخنا في داخله؟ أحسنت الإبريق اللامع سيصدر حرارة أقل من الإبريق الباهت وبالتالي سيحافظ على الشاي ساخنا لأطول فترة ممكنة إلى النشاط الثالث ما هو السطح الأفضل؟ فكر بخصوص كل زوج من الأجسام الآتية إن كنت تريد إشعاعا وامتصاصا جيدين أو ضعيفين للحرارة لا تنسى أن تضع دائرة حول ما ستختار في كل حالة الحالة الأولى قميص أبيض أو قميص أسود لارتدائه على الشاطئ أحسنت الألوان الفاتحة هي الألوان المناسبة وذلك لأن امتصاصها للحرارة ضعيف لتسخين المياه بالطاقة الشمسية أنابيب فضية فاتحة اللون أو أنابيب سوداء غامقة اللون أحسنت أنابيب سوداء لأن الهدف تسخين المياه أي امتصاص أكبر قدر من الحرارة ليقاية رجال الإطفاء رداء فضي فاتح أو رداء أسود غامق أحسنت رداء فضي اكتب جملة توضح من خلالها اختيارك في كل من المواقف الثلاثة السابقة لارتدائه على الشاطئ اخترت القميص الأبيض لأن الألوان الفاتحة أقل امتصاصا للطاقة الحرارية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية اخترت الأنابيب السوداء لأن الألوان القاتمة أكثر امتصاصا للطاقة الحرارية لوقاية رجال الإطفاء اخترت الرداء الفضي لأنه اللون الفاتح أقل امتصاصا للطاقة الحرارية من اللون الغامق أتينا إلى ملخص درس اليوم تنتقل الطاقة الحرارية من خلال موجات الأشعة تحت الحمراء يمكن للأشعة تحت الحمراء أن تنتقل عبر الفراغ الأسطح الداكنة والباهتة جيدة الإشعاع والامتصاص للأشعة تحت الحمراء بينما الأسطح الفاتحة اللون واللامعة ضعيفة الإشعاع والامتصاص للأشعة تحت الحمراء إلى التقويم الكتاب صفحة 246 ضع دائرة حول الجملة الصحيحة الأشعة تحت الحمراء انظر إلى الاختيارات أحسنت تصدر الأسطح الداكنة أشعة تحت الحمراء أكثر من الأسطح الفاتحة لازلنا مع أسئلة التقويم حدد الأجسام ذات الامتصاص والإشعاع الجيد للأشعة تحت الحمراء إذا كانت تمتص وتشع جيدا إذن بالتأكيد أن أسطحها غامقة اللون فسنستبعد دلة القهوة ذات اللون الفضي وكذلك بدلة الفضاء ذات اللون الأبيض لم يتبقى إلا اللوح الشمسي والمشاع الحراري ذوات الألوان الغامقة كل التوفيق والنجاح لكم أعزائي الطلاب